أنا في نفس السياق أريد أن أفهم أيضا منك موقف كم من المادة 51 التي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية على مستوى الدولة الجزائرية أنا كن ضد هذه المادة أنا ضد هذه المادة ليس من الجمه السياسي فقط من الجمه المنطقي كيف شنا يعني عندي نواب لمزدوجي الجنسية اللي جيبتهم من فرنسا ومن ألمانيا من بلجيكا من كندا المزدوجي الجنسية نجيبهم نواب نائب يعني يشرع نجيبوا هذي يشرعهم بقى تقولوا ونائب في البرلمان تقولوا ما كش حق تكون وزير هل هذا منطق خير منطق يعني حتى القانون في حداته أعرج فأنا نظن أن كل جزائري اللي هنا اللي في كندا اللي في أمريكا اللي في فرنسا اللي في ألمانا هو جزائري عنده نفس الحق ونفس الوجيبات الآن نخليوا هذا الجالية تحس باللي حقا تنعطيناها تيمام هذا الجالية نفتح للأبواب في الجزائر وأصدقني رح تكون يعني سند كبير لدفع عجلة النمو في الجزائر وليدفع الجزائر بالتأكيد شكرا للمشاهدة